امغاس البحيرة ذات 30 هكتاراً هي الآن قبلة لهواة الصيد بالمياه القارية انطلق الموسم فقدم إلى المكان ما يناهز الـ 280 صياداً هاوياً لهذه الرياضة هذه هوايات قريباً من 45 سنة تقريباً وأنا كان مرصد لهوايات هذه واليوم اللي افتتاح صيد سمك لها ثرويت ونحن جينات منتعنا بهذه الطبيعة هي اللي ولا بعدها والرياضة من جهتين يوم وعاد الخيرات منتع صيد البيرا تهل الله وفينا هذا موجود لخال الحمد لله الأجواء طيبة ومن حسن حظنا كمان اليوم الجو لطيف وسبحان الله مثل ما تشوفون الناس تتمتع وكذا احنا أنا عايش في مدينة خريبك أنا مش مغرب الأصل من فلسطين الأصل نعم وجيت مع صديقي هاي للمرة الثالثة طبعاً موسم الصيد ببحيرة أمغاس يدخل في إطار تثمين الصيد في صنف المسطحات المائية من خلال هذه العملية يتم التحسيس للحفاظ على الثروة السمكية والأوساطي المائية أهداف بيئية تنضاف إلى فوائد أخرى لممارسة هذه الرياضة كان صابر كان اللقاء بالإخوان وتمنى أنه لا تكون مقتصرة فقط على العنصر الرجال ويدخل حتى العنصر النسوي اللي كانت في عمريس بسنين كنت كان جي معا بابا لابش وصافي منولات عندي عشر سنين وليس كان مارسة هذه الرياضة وكانت منهم اللي بنتجوتهم لهذا الرياضة ويرتحوا فيها عملية الصيد بالبحيرة تتم وفق ضوابط وشروط محددة القائمون على تدبير هذا المجال يعملون على تطبيق القوانين حتى تمر العملية في أحسن الظروف عملية الصيد كتتم في هذه البحيرة عبر الحصول محليا على واحدة الرخصة اللي هي يومية تقريبا 150 درهم اللي كتخول أي صياد يصيد واحدة ستادي السمكات وممكن يخول رخصتين في اليوم الماتيريال اللي كانت تعمله في الصيادة ديالاترويد هي أكان تكون خفيفة ما تكونش طويلة ما شبح ديال البحر اللي كانت تكون فيها 6 مترو الفوق هذي ما خساش تعداجوج مترو وكانت تعمله اسيدي بيلدو وليني إلا بغتيت تصيد بالبيلدو خس كدير من التحت البيلدو دير سبيب ديال 18 بالرامسون ديال ستاولات السبعة ومن الفوق جهة الموليني حتى البيلدو الفوق كما بغي يكون سبيب ماشي مشكلة تظاهرة رياضية ترفيهية خاصة بصيد السمك هي فرصة ثمينة للممارسين للاستمتاع بهوايتهم المفضلة هنا ببحيرة أمغاس ذات تنوع البيولوجي والبيء والثروة السمكية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة